يغادر مشكلة في البلد يغادر وأنا لا أقصد حفيظ راجي أقصد النخب بصفة عامة لأنه كثير من النخب تغادر البلد إذا كان كل واحد يلقى مشكلة يغادر يا حفيظ يشكون مثلا يطور البلد يعني أن هناك استراتيجية لتهجير الكفاءات في اللزائر هناك استراتيجية مقصودة أو غير مقصودة بطريقة أو بأخرى لتهجير كل الكفاءات لأنها في وقت ما تصبح تحرج وتصبح تقلق لأنه ما هو موجود اليوم في اللزائر أنت تحمل ما لا تقتل به وتحمل النخبة ما لا تقتل لها بها هناك صراع من أجل السلطة في اللزائر وصراع من أجل من طرف من يريدون البقاء في السلطة ومن يريدون الوصول إلى السلطة عوض أن يكون فيه صراع فكري طيب لماذا يدخل حفيظ راجي في هذا الصراع على السلطة هناك صراع على السلطة يمارسوه أهل السلطة هل بالضرورة حفيظ راجي يدخل في هذا الصراع هذا الصراع ينعكس علي وعليك كعكس على المواطن البسيط لأن ما أشاهده يوميا وما أشعر به هو فقط صراع من أجل السلطة وصراع من أجل توزيع الريع وصراع من أجل شيراء دمام الناس وليس صراع من أجل نشر فكر معين أو من أجل مشروع مجتمع معين نريد أن يصل به بعد عشرين سنوات